السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم وعملين يا رب تكونوا بخير. عندنا النهاردة الواحدة الرابعة. اه ده العنوان بتاع الوحدة او شلة المسافرين. درس الاول بيتكلم عن الحديث عن وسائل المواصلات. عندنا نبدأ كده بالكلمات اول حاجة. وسائل النقل. وسيلة ان موين. ضوضاء يعني ان بروي. مطار انا يوروبر. موقف انا غي. موقف سيارات. خلي براك من كلمة دي. ان شمان دفر. سكة حديد. ان كاسك خوزة. رحلة ان وياج. ان تراجي. اه مسافة. مش مهمة. اه ديغال. اوتبان. انجوشتيه اللي هو موظف التذاكر. بيتاخد منه انجوشيه اللي هو شباك التذاكر. لحد التبس. ان شوفر سواء. تسكرة. ان باي. اين ستاسيون محطة لكن بتاعت المترو. اين بيستسيكلاب لممشا للدراجات. مهمة اوي. اين بواتير سيارة. اين الكتيريسيتي لكهربا. الارض لاتير. اين سانس وقود. نزهة اين بلد. اين كوغوزير. رحلة بالمركب. رحلة بحرية. انجار محطة محطة مخصصة للقطارات. نشوف اللي بعده. عندنا اربع افعال. سو ديبلس يتنقل. مهم جدا جدا. اه نافي جي يبحر. مهمة برضو. ينزل مهم جدا جدا. مانطي يصعد. مهمة اوي. اتا شي مش مهم. يتوقف سا غيتي. مهمة. غلي. يسير للمركبات. وما تنساش ان كلمة يسير لالاشخاص او البنعدمين اسمها مارشي. سيخ كليه يتقوّل. كوندوير يقود. اكمبانيه يرافق. ريفنير يعود. جا من فينير يأتي. سو بالدي يتنزه. وسب خوموني يتنزه بردو. اجيكتيف وادرب. بريبوزيسيون ويكسيبريسيون. عادي. مزدحم. فارغ. بسرعة. يتخذ منها الصفة اللي اسمها رابيد سريع لحد حرف الا. ببطء يتخذ منها الصفة بطيء. تحت على الاقدام مهمة جدا. فورا او على الحال مهمة جدا. شوفوا اللي بعده. عندنا الدرس هنا كان بيتكلم عن وسائل المواصلات مهمة جدا 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 تعرف آآ وسائل المواصلات اللي عندنا. فمع بعض كده دراجة عجلة. سيارة نعلم على المؤنس. آآ اللي هو بيمشي في المدينة الوحدة ما بيطلعش ما بين المدن. الترامل اللي زي اللي عندنا في اسكنرية. الطائرة. نعلم عليها هي كمان مهمة جدا لانها مفرد مؤنس. التاكسي. المترو لو مترو. القطار. الباخرة او السفينة. عندنا هنا شوية ملاحظات بيقول لحرف الجر آآ. بيصبق دائما وسائل المواصلات المكشوفة والتي نركب عليها. منهم بالعجلة بالموتسكل على حصان. آآ بيديني مسال آآ اخد بالي من الملحوظة دايما وعمل عليها علامة. آآ آآ اخويا بيتنزح على او بيتجول على حصان. آآ تحتها كده في ملحوظة انا عايزك تشيلها خلص عشان ما اطلعبطش نفسك بس اخد لي منها بس كلمة اسمها بيسكليت. عشان دي مؤنسها هي كمان لانها بتنتهي بتنتهي بالمقطع او تي تي او. آآ مش عايزينها. مش موضع سؤال. بتحزي فهالي. خد لي بس الكلمة اللي انا قلت لك عليها. خد لي كمان مع وسائل المواصلات المكشوفة كلمة. بيع الاخدام. آآ الملحوظة رقم اتنين حرف حرف الجر آآ بيصبق وسائل المواصلات المغطاة اللي بنركب جواها. انا بسافر في قطار. ابي يذهب الى العمل في سيارة. بعد كده اربعة ناخد بالنا من دي قوي مهمة. جميع وسائل المواصلات المسبوقة جميعها سواء مكشوفة او مقفولة. المسبوقة ببار. دائما ما يأتي بعدها آآ محدد اللي هي ل ولا وإلا ولا مفيش عندنا وسيلة جامعة طبعا مش هناخد دي. بعد كده آآ احيانا يشز منها بقى كلمة لماذا لو احنا مش هنسافر فيهم او هنبعد فيهم شيء او بيقولي للتعبير عن الطريقة التي يتم اقسال بها الطرود وشحنات اقول آآ انا ارسلت الخطاب في بواسطة طائرة فمش محتاج آلف ولا لكن لو قلت انا اتنقل بواسطة الطائرة احط آلف ولا معادي. خمسة مهمة جدا جميع وسائل المواصلات التي لا تسبق بحرف جر آآ ازا سبقها. جميع المواصلات ما تسبقش بحرف جر لو جي معناها ايمية وبريفيرية وبروندور آآ آآ بحط معهم معرفة جو بريفير لومتو انا بفضل مترو ال بخان سافواتير وهو بياخد سيارته. تشوف اللي بعده. عندنا بيقولي افعال تستخدم مع وسائل المواصلات مهم جدا نكون عارف الافعال دي وعارف اشكال تصرفاتها. بخاندور يأخذ دي سوندور ينزل ينتظر سو دي بلس يتنقل وبرطير آآ آآ يرحل. نشوف اللي بعده. بعد كده. انا مش عايزك تاخدها من هنا. انا عايزك بس آآ تكتب دوراية بعد ازنك. عندنا كده هنكتب هكتب لك انا هنا كله واشاية المواصلات بالحالات بتاعتها. فعندنا الافعال اللي اسماها لا خلينا الاول نحط القاعدة العامة. احنا قلنا من شوية ان اللي عندنا وسيط مواصلات مكشوفة وانا بركب عليها بتاخد حرف جرآ. ولو عندنا وسيط مواصلات مقفولة وانا بركب بداخلها بتاخد حرف جرآ. ولو عندنا اي وسيط مواصلات مسبوقة بحاجة اسمها بار. لازم اجيب بعدها على طول ل ولا ولا فدي القاعدة العامة. القاعدة العامة من ها دي. القاعدة العامة دي يشز منها الافعال اللي احنا هنكتبها دلوقتي. طيب الفعال الاولاني فعال اسمه ده معنايا صعد. اه لو مع وسيلة مواصلات مكشوفة وانا بركب عليها ياخد ا. طيب مع وسيلة مواصلات مقفولة وانا بركب بداخلها ركز تاخد دان ثم بعديها ده بالنسبة للفعل رقم واحد. فعل رقم اتنين اللي هو فعل اسمه اه بروندر. فعل معنايا ياخذ. الفعل بروندر ده لو موجودة عندي في الجملة لازم اجيب بعده على طول حاجة من دول يا اما لو يا اما لا يا اما لا بصرف ما تنساش ان احنا قلنا ان جميع وسيلة مواصلات اه اه مذكرة معادة العربية والا موتو والا بيسيكلات اه بعد كالفعل اللي بعده اللي هو فعل اسمه ده معنايا تنقل والله لو انا بتنقل بواسية مواصلات مكشوفة هحط معها ا دائما ولو بتنقل بواسية مواصلات مقفولة يا اما حط انا على طول او ممكن اجيب وراها بار لكن لو جبت بار لازم اجيب بعديها ل ولا ولا ابوستروف نروح على الفعل رقم اربعة وده مهم مئوي عندنا الفعل رقم اربعة اسمه دي صاندر وده معنا ينزل وقلنا والله لازم نحدد لو انا هنزل اه اه من الوسيلة او لو انا هنزل في مكان فلانا لو انا هنزل من وسيلة مواصلات دايما يجيب بعديها جو بنزل من الطيارة مسلا ودو لا بنزل من السيارة عربية ودو الا ابوستروف ده بالنسبة اه 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 لو انا هنزل من الوسيلة طيب لو انا هنزل في مكان هنزل مسلا في ميدان معين او هنزل مسلا في مدينة اقول له مسلا نزلني مدينة نصر لازم اجيب معاها حرف جر اسمه او اثابت بدون تغير ليه علشان اسماء المدن لو انا بقول نازل في مدينة كزا وحددت الاسم اجيب حرف الجر او ثابت طيب لو انا نزل مسلا اه في المحطة يبقى لازم اجيب معاها حرف الجر المضغمة اللي هي اه على خلاص اخد بالي من الحاجات دي اسجلها عندي ايا دي الحاجات المهمة اوي. عايزك بقى تشيل كل ده سيبك منه. ما تبصلوش خالص. نشوف اللي بعده. هنا عندنا مواقف متوقعة. اترجم لك. ماذا انتم تقولون? انتم بتسألوا صاحبك وعن وسيطة مواصلات مفضلة. ممكن تقول له. او اي وسيطة مواصلات انت تفضل. او بار بواسطة اي وسيلة. وسيطة مواصلات انت تتنقل براحتك. اللي بعدها انتم تتحدثون عن وسيطة مواصلاتك المفضلة. ماذا انتم تقولون? ممكن نقول فعلا من افعيل المليول بعد معرفة. او جمو دي بلاس لازم بار. اتفقنا على ده. اه او ممكن ماقول له تاكسي سيمون موين دو ترون سبور بريفير بريفير. رقم تلاتة بيقول فيها ديز افانتاج. افانتاج معناها ميزة او افضلية. ناخد بالنا الكلمة دي عشو بتتكرر. اه انتم تتحدثون عن ميزة المدرو. ماذا انتم تقولون? ممكن نقول اللي رابد اي بخوبر سريع ونظيف. اللي مريح. او اللي موان شير اقل تكلفة او رخيص. اربعة انتم تنصحون صدقكم. كي الذي سو دي بلاس اموتو الذي يتنقل بالموتسيكل. كسك فوديت هتقول له ايه? تقول له بخون لابيستيكلابل. خد ممر الدراجات او ميلا لو كاسك. البس الخوزة او فيه. اتنسيان او فواتير خلي بالك من السيارات. خمسة. اه انت بتطلب من اه من مسافر. او اين هو بينزل? كسك فوديت ماذا انتم تقولون? ازاولوا انت نزل فين? اقول له او في اي محطة انت سوف تنزل. او انت تنزل في اي محطة. نشوف اللي بعده. هنا بداية الامتحاد. اه عندنا بيقول لي قدام اه شبك حجز التذاكر. شبك حجز التذاكر اهو. سوزان بتكلم له جويشتيه. الراجل اللي بيحجز التذاكر. فبتقول له اكلور بار لوتران بور باري. في اي ساعة بيرحل. اه ده الفعل او اخد بالي منه. اللي هو فعل بارتير. لازم بتاخد بالك من الافعال. دي اوار. اه قال لها اه 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 الكت ليون هو بيغادر. ده فعل اسمه كتي اخر ار برضو. الكت اه الكت ليون اه ديزهور هو بيغادر ليون مدينة ليون طبعا الساعة عشرة. ام بي في التذكرة بتكلف اه ترانت ايرو تلاتين يورو. فسوزان قالت له اعطيني اه واحدة زهاب وعودة زهاب وعودة. بعد كده اخدت التذكرة وميشت بديقول لي في القطار. اه سوزان بتقول هل يزعيك اذا لو انا جلست جنب الشباك سيدي بتقول لراكب قال لها لا ما بيزعيجنش على اطلاق ان انت تعالي جنب الشباك. سوزان قالت له مرسي افو شكرا لحضرتك. اكاللور اريف لتران انباري تسأل ميسيو جاك في اي ساعة هيصل قطار باريس قال لها سي ابخي دوزهر بعد ساعتين. فقال له اه كنترولور اللي هو المرائب او رجل اللي بيقطع التذكر عد وبيقول بيقول للميسيو جاك ميسيو مانتغي موانتغي موانتغي وريني من فضلك. اه تذكرة حضرتك. فميسيو جاك قال له جاي لكارت اورانج. انا معي الكارت البرطواني. اه اه ابانمان انويل. اشتراك سانوي يعني. الكارت البرطواني عندهم ده اشتراك سانوي. اه اه تفضلهو. فقال له كنترولور قال له اه اه يعني هو صالح او متاح. لسه شغال يعني ما انتهاش. قال له مرسي. اه اه مادمانجويل. وحضرتك اي مادمانجويل قال له ووالا مانبيى. اه اه دي تذكرتي اتفضل. تعال حل. سوزان في صن باياج بتعمل رحلتها في قطار. اللي بعده. اتنين. اه امبيع اللي رتور كوت. اتذكرة زهاب وعدها بتكلم في تلاتين. ترنت رو. اه ميسيو جاك اه. لديه اشتراك سانوي. يبقى اه 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 نخد منها. دي معناها شهري. اه سوزان حجزت ايه ام بي اه اه حجزت كاترك بقاطر يبقى لبعده هيصل بعد ساعتين اه كاترك بقى اعتقد عشرة يبقى ويوصل امي دي اتناشر منتصف الظاهرة. سوزان طلبت من مسيو جاك انه دو اه تشانجي دو بلاس انه يغير اه مكانه. طيب نشوف القطعة تانية. قطعة تانية اه دو جيان من جيان بعتها الى علي. الاوبجه الموضوع سجور اه اه مي كوزان. اللي هو اجازة مع اولاد عمي. موي جيان ماضي باسمه. بيقول لعلي صفا عمل ايه. جباس دو سومين اغريابل قدد اسبوعين ورائعين. شي مون انكل دانييل عند عمي دانييل. لو متن تو الصبح بدري. جفة دو فيلو. ركبت عقل اوك مي كوزان مع اولاد عمي. نقطة. على فارم في المزرعة. جو دون عمانجي او زاني مو. اعطيت الاكل للحيوانات. اي مون كوزان جوليان غاماس لزوف. ابن عمي جوليان جامع البيض. اه لابريمي دي بعد الظهر. ناخد بالنا بقى يا جماعة من الاوقات. الصبح. ركبوا عجل. بعد الظهر. هنشوف هعملوا ايه? نوسي اختون على مونتاني خرجنا الى الجبل. دو كيلومتر دو فيلاش على بعد اتنين كيلومتر من القرية. بورفير دو الاسكالات عشان نلعب اسكالات تسلق جبال. سيتان سبور دانجيرو نارياضة اه عنيفة او خطيرة خطيرة اسف. لكنها محفزة. اه طبعا اه انت عارف طبعا ان كلمة اسكالات دي مؤنس. لكن هنا جاء مذكر. جاء مذكر علشان احنا بنوصف الرياضة. مش الاسكالات. دون مع فيل في مدينتي نيس. بتنقل بالمترو. يعني هو بيكون سريع واقل في التكلفة من التاكسي والأطوبيس. بيقول لبور وياجه دو اين فيل اين اتر عشانتنا من مدينة الى اخرى. جو بخان لتران باقود القطار السريع. لتران رابيد تجي بيقول لنا ديختصر لكلمة التران غران فيتس القطار السورة الفائقة. سيتان معين دو ترانسبور تخير رابيد. زي وسيلة سريع جدا. اي بان مرشي وكويس او في المشي. جو سي كأنا عارف كتم بي عارب بلدك. لجيبت مصر. اي كني بارسا هي معروفة بارسا بان كويسين بمطبخها الجيد. اي سي دي سير اه ديستانجوي وحلوياتها المتنوعة. اه لما بروشان الشهر القادم. اخد بالي. غير الزمن هنا يحكي في المستقبل. جو في فيزيتي. شوف ازور اه طوم بي بلدك. بور جو عشان استمتع. دو تنس انسوليه. استمتع بتاقصها المشمس. اتوم مو انتظرني على يروبور عمون اريفي عند وصولي ومضى جيه. طعا نشوف الاسئلة. في مصر. اه لجيبت اي كني بار معروفة باطبقها كويسة. طبعا الاولى معناها تقصها السيء. التالتة اه الشمس تكون سطعها او حارقة. لبون ترانسوبور وسائل الموصلة. طيب. تمانية او فيلا جيان فا. اه جيان فا فين اللابريمي دي احنا معلمين عنها. عندها فوق اهي. راح للجبل. يبقى مونتاني دي هي الصح. ان فيل جيان اي توليز في المدينة جيان بيستخدم المترو اللي هو سريع واقل في التكلفة. اللي بيقوله جيان با فينير ان اجيبت. جيان سوف يأتي اه الى مصر لمدة شهر او امتا في خلال شهر. اه جيان ادمير معجب. اه بمصر معجب. اه 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 تقص. هو قاله اوني جيبت هيجي مصر. اكيد مش هيجي في قطر سريع ولا هيجي في تاكسي ولا في مترو. هيجي اونا فيو. تعنشوف المواقف. اه اه هالي سواء الوتحم الزمان التي تريدها فيها سن تتسلمون من حسين التمواصلات المفضلة قبل تحضير نجد رسالة. ترجمة نانسي قنقر 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 خالص سوف تنزل المحطة القادمة قلت لك لو ينزل في محطة يبقى لا عشان محطة مؤنس واي كلمة بتنتهي بالمقطع سيوم مؤنس كلمة تقانسي قنقر جمع مذاكرة خد كل سارة بتستخدم العجلة تستخدم في المدينة سارة بتستخدم العجلة خلاص ما الجيش تحط لي هنا اه ما تنفعش الفعلي وبراندر دايما بياخدوا اهو هنقول لك اهي كلهم يجي باعدهم لولا الا بصرف ليه حتى لو سيت المواسات مكشوفة فاطل اتنال الاسبوع عايز اداء بناء على الكلمة دي وبناء على دي اللي هي تبقى ديو عشان مذكر كلمة بدلة على النفي اه الشباب بيروحوا النادي اه ما عنديش ولا فعل يبقى اطبق القاعدة العادية وسيت المواسات مكشوفة احط معاها اه كده بنكون خلاصنا الدرس الاول بالامتحام بتاعه يلا مع السلام